بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين نستكمل الكلام على الآيات من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت لا قوله ولهم عذاب أليم وانتهى بنا الكلام عند قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو خطاب لكل من يتأتى خطابه لا تحسبن من الحسبان وهو الظن أي لا تظن الذين يفرحون بما أتوا يفرحون بما أتوا من معاص الله عز وجل والمخالفات ويغتبطون بذلك وكان الواجب عليهم العكس أنهم يندمون على ما فعلوا من الذنوب والمعاصي ولكنهم فرحوا بمعصية الله وفرحوا بالمخالفات وظنوا أن هذا من الظفر ومن إدراك المطلوب وأنهم نجحوا وأنهم نجحوا في عملهم هذا فهم يفرحون بما هم عليه من مخالفة الشرع ومن ارتكاب المعاصي ويظنون أنهم بذلك قد نجحوا وأن هذا من فعل العقل فالله جل وعلا ذمهم وقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا حبون المدح والثنى من الناس على شيء لم يفعلوه فهم يحبون المدح والثنى من الناس والمدح والثنى على الحقيقة لا يكونان إلا على فعل حميد وسعي طيب وأما المدح والثنى على فعل سيء أو على عدم الفعل فهذا ذم وهذا مذموم وهذا من نقص العقل فالإنسان لا يتمدح بما ليس فيه وقد جاء في الحديث أن الذي يحب أن يمدح بما ليس فيه كلابس ثوب يزور والعياذ بالله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بل إن المؤمن لا يحب المدح حتى ولو على فعل الطاعات وفعل الخير والكرم والجود لا يحب أن يثني عليه الناس لأن ذلك يدخل في الرياء لأن ذلك يدخل في الرياء فكيف إذا أحب المدح على شيء لم يفعله؟ هذا أعظم الكذب ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا جمعوا بين جريمتين أنهم فرحوا بالباطل وأنهم أحبوا أن يحمدوا على لا شيء وعلى الكذب وعلى الزور فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لا تظننهم أو لا يظن الضان أن هؤلاء نجوا وأنهم أفلحوا وصاروا بمن جات من العذاب بمفازة يعني بمن جات من العذاب وإن تظاهر لهم أنهم نجحوا في هذه الدنيا وأنهم حصلوا مطلوبهم لكن ما ينتظرهم عند الله قريبا فهو الهلاك الذي لا نجات منه فلا تحسبنهم كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بل هم واقعون في العذاب وإن كانوا يظنون أنهم نجوا وأن خطتهم نجحت كما عليه الكفار الآن من الكفر بالله والتطاول على العالم ويظنون أنهم فازوا وأنهم فاقوا الناس ولكنهم في الواقع قد وقعوا في السفال والهوان عند الله سبحانه وتعالى وعما قريب سيلقون العذاب المهين فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم فهم لم ينجوا من عذاب الله وليس عذابا سهلا وإنما هو عذاب أليم مؤلم لهم يعني استحقوه بأعمالهم وجوزوا به على فعلهم وهو عذاب ملازم لهم وباق وهم باقون مخلدون فيه فأين النجاة وأين الفوز وأين الفلاح الذي ظنوه فالكافر إنما يهلك نفسه بأعماله وإن كان يظن أنه ينال بذلك عزا ورفعة ومكانة بين الناس هذا وهذه الآيات تشتمل على فوائد عظيمة فلنتبين منها ما يسر الله جل وعلا يوخذ من هذه الآيات التذكير بالموت والاستعداد له وأن الإنسان لا يغفل عنه كما قال صلى الله عليه وسلم تذكروا هادما لذات الموت فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا تذكرونه في كثير إلا قلّله فلا يغفل المسلم عن الموت بل يستعد له بكل ما يليق من الأعمال الصالحة ويتوب من الأعمال السيئة فإن الموت هو الحد الفاصل للعمل كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو له وأيضا عند الموت لا تقبل التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد تقبل توبته ما لم يغرغر أي تبلغ روحه الغرغرة أي الحلقوم الله جل وعلا يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ثانيا يوخذ من هذه الآيات تسلية المؤمنين بأن ما يفعله الكفار من مضايقتهم ومن التطاول عليهم أن هذا له نهاية قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى فإن الموت غاية كل حي وإن هذا المتطاول والمتجبر والمتكبر نهايته قريبة وكم قسم الله من الجبابرة ومن الظلمة في إبان عنفوانهم وشدتهم وكبريائهم قسمهم الله سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فهذا مما يسل المؤمنين ويصبرهم على أذى أعدائهم وتطاولهم عليهم نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر